فؤلنا لك علي السلام عليكم شيخنا وعليك السلام ستوكال شيخنا بالنسبة الحديث التقليل ما مدى صحيحة هذا الحديث والله العلماء في مسألة خلافية بينهم البعض يضعفه والبعض صحيحه ولكن هناك حديث صحيح ولكن ليس في نفس المعنى في صحيح مسلم وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي لكن الحديث ده الحديث ده لو أخذناه بالمفهوم الشيعي لا ينطبق على أرض الواقع صح أنا من أقل هذا الحديث أحس فيه إشراك كأنه أشرق برب العالمين عن طريق إشراك حب آل البيت والله يابوس إذا أديك الصراحة علماء الأمة كانوا يتساهلون في أحاديث الفضائل كانوا يتساهلون في تصحيح أحاديث الفضائل تمام وإلا لو النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يقصد أن هناك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم تتابع إلى يوم القيامة لا وجب أن يكون هناك إمام لكل زمن لا يموت إمام إلا وهناك إمام أما الخرابة اللي هم يقولوا عليها المهدي والسرداب والكلام ده كلام أساسا تعيس يعني لا يدخل عقل لطفل صغير فلو كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني التتابع وأنهم موجودون في كل زمان حتى نأخذ منهم لما انقطع هذا الأمر 1270 سنة بخصوص هذا الحديث أكورد أو قول للإمام عليه السلام أو الفاطمة أو العائشة أو الأبو بكر بخصوص هذا الحديث يعني مسنود ما في حديث أساسا ما في يعني ما في أساسا حد آل لكلام ده هي عدة أحاديث والعلماء البعض صححها والبعض ضعفها لكن أنت لما تيجي تطبق الحديث أيها جماعة الخير أنا أعلم لك حاجة أترك سنة وشيعة دلوقتي تمام أترك سنة وشيعة دلوقتي لو جاء أنا أنا دلوقتي واحد ملحد لي أنا كسني واحد ملحد لي كشيعي وسألني على الحديث أقول له بص والله الحديث هذا لا ينطبق على أرض الواقع وهو للضعف أكبر يعني للضعف أقرب تمام وأنت اتي المسألة عندي لو جاء لي شيعي الذي يتمسك بهذا الحديث وسأله قال له طب لو سمحت يشرح للحديث ده وتعالى أنه أنت انطبع على أرض الواقع والله ما يعرف لا يشرحه ولا يعرف يطبع على أرض الواقع كلها بس تشدقات عشان فيها كلمة أهل البيت لكن تعالى طبع على أرض الواقع يبقى احنا جلبنا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم بقولك جلبنا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث أساسا تركت فيكم ما انتمسكتم به يعني أمرنا نحن أن نتمسك نتمسك بيه يا رسول الله نتمسك بالقرآن طب ايه اللي مع القرآن عطرتي أهل بيت بغض النظر من هم سواء النساء النبي أو علي وفاطم والحسن والحسين طيب أنا عايزة تمسك بيهم دلوقتي أعمل ايه مش موجودين من 1270 سنة مش موجودين فييجي الشيعي يقولك تتمسك بالعلوم بتاعتهم أقول له ما فيش مشكلة تمسك بالعلوم بتاعتهم بس هل هي العلوم بتاعتهم ديت ولا من الممكن أن تكون مجذوبة يعني فيها مجذوب يعني فيها مجذوب يعني أكيد فيها مجذوب أقول له طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي إن أنا أتمسك بالقرآن اللي هو المفروض معصوب ومعاه مجذوب وأنه ما لن يفترق حتى يريد على الحوض إن قال لي لا أهو يتكلم عن الأحاديث الصحيحة تعالي بقى دور على الأحاديث الصحيحة يعني تتتفق إنه احتمال العترة هم هي ذكر أقوال أهل البيت الصحيحة لو هي الصحيحة يبقى لازم الأول نبحث عن الصحيح عشان يبقى عدل للقرآن عشان يبقى عدل للقرآن وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل شيء مشكوك فيه مع القرآن صح اتفق إياك فالله أنا مستعان ولكن مين يسمع ربنا يديه مصلح لهم حلو إن شاء الله سؤال سيرنين فضل بالنسبة لأمرأة الزيت اللي صار بيانبانها وبين زيت خلال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش عجب مع أن يحاول يحل هذا الخلاف ويرجع زيت المرته الزوجته النبي صلى الله عليه وسلم وتخفي فيه نفسي كما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يتكلم الناس فدي الحياة البشرية اللي احنا بنقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة بشرية ولكن جاء القرآن جاء القرآن عشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر ده مش بتاعك أنا اللي أقول يعني سؤال شيخنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حال البشر العادي ما هو بشر عادي ويتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرية بص يا أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد حتى مات فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ويتعامل بالبشرية ولكن الفرق بيننا وبينه أنه نزل عليه القرآن وأنه نبي رسول ولكن حتى كمان سبحان الله يعني هناك أناس أسلموا من أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كيف نبيكم يعني كيف النبي عندكم يخطئ وهو من كتب الكتاب ويصوب هذا الخطأ اسمعني بس افهم بالله عليك قالوا إيه قال لك إذا كان النبي عندكم يعني الناس اللي بتقول لك بل عندها دماغ قال لك إذا كان هو اللي كتب الكتاب فكيف يخطئ نفسه ويصوب نفسه مباشرة إذن هو ليس من كتب الكتاب يعني حتى أخطاء النبي وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هادت ناس إلى الإسلام يعني سؤال شيئنا الله مظهر ما في نفسك هل كان الرسول إلى نفس في امرأة زيد وتخفي في نفسك ما الله مبدئة الله عز وجل أطلعه ان زيد حيطل امرأته وانت هتتجوزها فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش عايز يقول الكلام ده عشان ما يبقى عرض الكلام الناس فالله عز وجل أنزل عليه وكانه يهدده ويقول وتخشى الناس والله حقه أن تخشاه بس شيخنا مثلا هو زيد مو تشان مثلا قريب من الرسول كان مطابق لابن المربي أيوة ماشي ما دوت عشان برضو يقطع مسألة ايه ان كانوا بيقولوا ان زيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم فازاي جوز مراته فنزلت ايه خطع البنوة دي بكتها زيد ما زعل من شاف الرسول يزوج امرأته ما يزعل ما يزعل سيدنا زيد لأنه أساسا ما كانش ما بينه ما بين امرأة زيد مجاري يعني ما كانش فيه جريان وحياه وصريان وبيحبوا بعض وجل النبي صلى الله عليه وسلم فرقهم من بعض كمان زيد الشيخنا من الله من الرسول الله يحرم أن الزواج من زوجات الرسول لأجل شنو السبب حتى لا يطلع أحد على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم تمام زيد الشيخنا زيد اطلع على بعد حكم زواجه ده بعده مش قبله طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم كانัν ميتجوز متزوجات شيخنا مصار مشترك ما بين زيد والرسول أيوة ده قبله مش بعده يعني ده قبله ما النبي صلى الله عليه وسلم تجوز المصال وكانت robbery وكانت متجوزة لكن خلاص يعني يقول لك اللي فات مات احنا في اللي بعد كده لان بعد كده اسمعني بس أكمل بس المعلوم تمام لان اساسا بعد كده بيطالع على النبي صحية بتطالع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطالع عليها وسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فالواحدة بعد كده لما تتجوز يبتدي بقى الزواج طب هو النبي كان بيعمل معاك ايه طب كان بيسوي ايه طب انا احلى والكصص اللي بتتعرفها دي فهمت فهي جاية كمشترك ما بينهم من الاثنين يعني حتى لا يطلع احد على الطلب ما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع احد من كلامها كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه العزو بالله فهمتنو اللي عيد لك مشكور شيخني فهمتنو اللي عيد هي لك فهمتنو طيب تسلم تسلم يا شيخ اشتور يعني هو الامر يا اخواننا مزدوج يعني مثلا دايما لما الوحدة تكون متزوجة واحد تمام وهو يتجوزها وابدأ باخر زوج ليه فخلاص مفيش حد عيسألها لكن لو هي طلقت او تقرم لزوجها فمنها ممكن واحد يسألها وانتو عارفين بقى الاسئلة اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجة طب زوجك الاول مش عارف ايه طب زوجك مش عارف ايه هو الكصص اللي بتحصل دايما لا الغريب في الامر يا اخواننا مش كده كمان الغريب في الامر ان الله عز وجل يقول وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكيحوا ازواجه من بعد ابدا يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ومن بعد وفاته وزوج حلال فالله عز وجل حرم هذا الحلال لانه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته من بعد وفاته فما بالكم بالسبب والشتم واللعن اللي هو أصلا حرام لما هو الزواج حرامه لأنه يؤذي النبي فما بالكم بالشتم والسبب واللعن